اشتركوا في القناة لأن أكثر الناس اليوم يقول توفي والدي طيب إحنا ما نبغى والدك نبغى ميت وبعدين ننظر قرابة طيب ممكن والدي من الرضاعة يرث مسكين هو هذا يعني ما عليش هذا الكمبيوتر الآن ما يفهم شي هو ما يقول لك هذا أخ لي أب أخ لي أم أحيانا أحيانا بعضهم يسألك لكن ممكن قال أنا ابن هو ما يسأل وممكن ابن من الرضاعة صح ونحن نحقق الآن مع هذا لأن الآن شيء يسمي عندنا القضاء يسموه حصر ورفه حصر ورفه بعد عمر طويل في طاعة الله توفي الشيخ سايد نكتب الخمسة وعشرين وارث ونجي نجيب اثنين شهود تعرف سايد وعائلة سايد قال نعم تعال اسمك فلان ابن فلان شاهد لدي أنا القاضي فلان ابن فلان فلان ابن فلان في يوم كذا كذا أنه قد توفي بعد عمره في طاعة الله الشيخ سايد وانحصر إرث فيه عنده زوجة قال نعم اسمها قال سعاد كتبنا سعاد طيب نمشي على الورثة الوارثين وارثات عنده ابن قال نعم عبد الرحمن غيره موجود قال لا طيب ابن ابن تكتب كل شيء وبعدها تحجب ابن الابن قال لا ما فيه الاب قال نعم موجود قال نعم موجود كتبنا الجد كذا 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 تكتب الوارثين والوارثات مفهوم ثم بعد هذا نبدأ بالحجب فالكمبيوتر الآن ما يفهمها بعض الأشياء عندنا أحيانا يعني الآن صحيح في البرامج الجديدة صنعوها الآن في الارث لكن اخوان نتعطي العلم كامل تب خلي يصلي عنك الآن ويصوم عنك صدق والله بعض الناس عندنا الآن يصنع كل شيء حتى القرآن الآن القرآن بعض الأئمة ما يحفظ ليش قال عندي مكان السجود الشاشة صلي بها التراويح والله حتى قال لي أحد الشباب يقول أنا ما توقعت ما توقعت أن يوجد أحد يصلي التراويح بلا مصحف من كثرة ما أرى الأئمة عندنا أي عندهم مو عندنا نحن الحمد لله يقول من كثرة ما نرى الأئمة عندنا ما رأيت إمام في حياتي قط يصلي التراويح إلا من مصحف عجيب والله عجيب إخواننا فأخواننا ما نجد نصل لهذه المرتبة مفهوم ثم الكمبيوتر قد يأخذ وقت بإذن الله تحل فيه ثواني المسألة وتخطى الكمبيوتر كان عندنا بعض الشباب أحيانا في الجامعة يقول للشيخ للدكتور يقول خطأ المسألة فتضبط المسائل وتمشي على هذا لا تختر لكن لا بد من حفظ ثم الجنة إخواننا هذا طريق الجنة وقل ربي زدني علما ما قال زدني ما لن زدني كذا لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم وقل ربي زدني علما وفرضي أسبوع واحد تتعب معنا وتصبح فرضي نعم يا رجل طيب موعدنا غدا ها إن شاء الله إذن كل يسأل غدا إن شاء الله والمؤمنون على شروطهم عندنا ثلاث أيام اليوم وغدا وبعد غدا إن شاء الله لا يتغيب أحد لأن العذر عندنا في الغياب معروف عند شيخنا الله ورحمه الشيخنا زليفاني العذر للغياب ما هو؟ الموت كان الشيخ عندنا رحمه الله ما يقبل أي عذر إلا الموت يقوله فلان مات خلاص يُعذر غير كذا والله ما يُعذر ولا يمكن يُعذر الله ما استعال أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله عن نبيه محمد وعلى صحبه وسلم أزاكم الله خير